دعت المحكمة العليا لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير وبيّنت المحكمة في إعلانها أنه نظرا إلى ما تضمنه قرار المحكمة بالتاريخ الأول من شهر شعبان لعام 1441 للهجرة من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1441 للهجرة رغم ترائيه فإن المحكمة العليا بالمملكة ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوة عنه وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة موسيقى